بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خير المسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم تلاميذ وتلميذات مدرسة المناهل الدولية الصف الثاني أهلا بكم يا صغاري نلتقي اليوم معكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الممتعة نبدأ على بركة الله بداية ولكي نكتشف عنوان درسنا لهذا اليوم لابد أن نستمع جيدا لهذا اللوز هيا لنستمتع مع بعضنا يا صغار تشتري بي ما تريد مصنوع من ورق أو معدن تدخرني في الحصالة لحين الحاجة من أنا؟ هيا فكر يا صغاري ما هو الشيء الذي نستخدمه لشراء حاجياتنا وهو مصنوع من ورق أو معدن ونقوم بحفظه في الحصالة ونستخدمه عند الحاجة ما رأيكم؟ هيا فكر يا صغاري ما هو برأيكم؟ نعم أحسنتم إنها الأوراق النقدية كما نشاهد في هذه الصورة نشاهد هنا الأوراق النقدية وتكون أما مصنوعة كما هو معلوم لدينا من الورق أو من المعدن فيكون عنوان درسنا لهذا اليوم الأوراق النقدية بداية دعونا نتعرف يا صغاري على معنى النقود النقود هي التي ندفعها ثمنا للأشياء التي نشتريها لكن قديما قبل اختراع النقود الموجودة في عصرنا اليوم كان الناس يستخدمون نشاهد هذه الصورة كانوا يستخدمون ما يسمى المقايضة أي ما يتعني المبادلة حيث إذا أراد المزارع الحصول على الخبز أعطى الخباز كمية من الثمار نشاهد هنا خبز وهنا ثمار ولو أراد الخباز الحصول على الثمار يقوم بإعطاء المزارع الخبز وفق اتفاق محدد بينهم ولو أراد المزارع كما نشاهد في هذه الصورة الحصول على الثياب يقوم بإعطاء الخياط أيضا مجموعة من الخضروات والفواكه وفق اتفاق محدد بينهم وبالعكس نسمي هذه الطريقة المقايضة أو المبادلة ولكن مع مرور الزمن أدرك الإنسان أن هذه الطريقة طريقة المقايضة والمبادلة غير مريحة فماذا حصل هنا؟ دارت النقاشات والحوارات بين الناس فاخترعوا فكرة استخدام شيء رمزي يتفقون على قيمته وهي ما نسميها اليوم العملة أو النقود فاستطاع المزارع الحصول على الخبز بإعطاء الخباز بعض النقود كما نشاهد في هذه الصورة حصل المزارع على الخبز بإعطاء الخباز مجموعة من العملات المعدنية أو النقود ويستطيع الخباز شراء ما يريد باستخدام هذه النقود التي أخذها من المزارع وتوجد النقود في صور معدنية وورقية هنا معدن وهنا ورق نشاهد هنا العملات المعدنية مصنوعة من المعدن وهنا العملات الورقية النقود الورقية جميل وممتع جدا فالنقود يا صغاري هي وحدة تبادل تجاري أي استخدمها الناس لتبادل المنتجات ووحدة قياس متفق عليها ومضمونة ولكل دولة يا أعزائي عملة خاصة بها وأسم محدد هذه العملة تميز كل دولة عن غيرها من الدول وبما أننا نحن من سوريا ونسأل الله العلي القدير وندعو الله في هذه الأيام المباركة أن نعود إلى وطننا سوريا سوف نتحدث عن الأوراق النقدية في سوريا هيا لنتعرف على العملات في وطننا سوريا يرمز لليرة السورية بحرفي لام وسين ليرة سوريا لماذا هذه التسمية؟ أي الحرف الأول لكلمة ليرة والحرف الأول لكلمة سوريا نشاهد نحن هنا في تركيا العملة التركية كما معروف لدينا نقول لها تي لي وباللغة العربية نرمز لها بحرفي التا واللام لكن العملة السورية نستخدم حرفي لام سين ليرة سوريا دعونا نتعرف على الأوراق النقدية السورية من الأصغر إلى الأكبر هيا لنستمتع ونتعرف على الأوراق النقدية في وطننا الحبيب سوريا نبدأ الآن من الوراق النقدية الأصغر من الأوراق النقدية في سوريا نشاهد هنا ما هو هذا الرقم هنا نشاهد هو الرقم خمسون فيكون لدينا الفئة الأولى والأصغر من الأوراق النقدية خمسون ليرة سورية وهذا هو شكلها نتابع ماذا نشاهد هنا؟ الرقم مئة فيكون لدينا مئة ليرة سورية نشاهد هنا الرقم مئتان فيكون لدينا مئتا ليرة سورية هذه هي فئات الأوراق النقدية السورية نتابع أيضا هناك فئات أكبر هذه فئة ما هو الرقم هنا؟ ما هو يا صغاري؟ خمسمائة ليرة سورية وأخيرا الفئة الأكبر فئة الألف ليرة سورية جميل جدا بهذه الألوان المتعددة والمتنوعة هذه هي الأوراق النقدية السورية نسأل الله أن نرجع إلى بلدنا سورية ونستخدم هذه الأوراق النقدية يا صغاري إذن تعرفنا على الأوراق النقدية في سوريا ما رأيكم أن نقوم بالاستمتاع مع بعضنا وتنفيذ هذا النشاط صل كل من الأوراق النقدية بقيمتها لدينا هذه الفئات الأوراق النقدية سوف نقوم بوصلها بقيمتها هنا نشاهد مئة ليرة خمسمائة ليرة مئتا ليرة ألف ليرة سورية نشاهد هنا خمسون ليرة سورية ونؤكد على الغمز والوحدة لا سين ألف ليرة سورية خمسمائة ليرة سورية مئتا ليرة سورية مئتا ليرة سورية أين الرقم 100؟ هنا نقوم بغصله مع المئة 500 ليرة سورية نقوم بغصلها كما هو في هذا السهم 100 ليرة سورية أين الرقم 200؟ هنا نقوم بغصلها وأخيرا 1000 أين هو الرقم؟ 1000 ليرة سورية نستخدم الرمز لام سين جميل جدا نتابع أيضا يا صغاري أتمرن أكتب قيمة كل من الأوراق النقدية الآتية هنا ماذا نشاهد؟ برأيكم ها فكروا يا صغاري 100 ليرة سورية هنا 500 ليرة سورية وهنا 1000 ليرة سورية وهنا 50 ليرة سورية نكتب ذلك على الكتاب وبالقلم الرصاص أحسنتم أساعد فرحة في ترتيب الأوراق النقدية من الأكبر إلى الأصغر أي الترتيب التنازلي كما تعلمنا وكما تعلمت أنا وعندما كنت في عمركم الترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأصغر والترتيب التصعدي من الأصغر إلى الأكبر ما هي الأكبر؟ مئة أم خمسمائة أم خمسون أم مئتان أم ألف الأكبر هو ألف نقوم الوضع الألف في الأكبر ثم بعد الألف خمسمائة نقوم بوضعها بمكانها ثم مئتا ليرة سورية ومن بعدها مئة ليرة سورية وأخيرا الأصغر خمسون ليرة سورية وبهذا نكون قد رتبنا الأوراق النقدية ترتيبا تنازليا من الأكبر إلى الأصغر ممتاز جدا ننتقل الآن إلى الأنشطة والتدريبات هيا لنحضر القلم الرصاص ونستمتعى مع بعضنا اختر الأوراق نقوم بوضع دائرة حول الصورة التي تمثل هذا الرقم خمسون ليرة سورية هل هي خمسمائة ليرة سورية أم خمسون أم مئتان أيها خمسون؟ نقوم بوضع دائرة على هذه خمسون ليرة سورية مئة ليرة سورية أين المئة؟ هنا ننظر هنا هذه الورقة الحمراء فنقوم بوضعها بدائرة مئة ليرة سورية مئتا ليرة سورية أيضا الورقة الأخيرة من الأوراق النقدية خمسمائة ليرة سورية هذه الورقة الزرقاء خمسمائة ليرة سورية وأخيرا ألف ليرة سورية أين هي الألف؟ نبحث عنها ونشاهد الألف ليرة سورية ونقوم بوضعها في هذه الدائرة أحسنتم يا صغاري اصل الأشياء المسعرة بالنقود المناسبة لدينا هذه الأشياء ولها سعر سوف نقوم بوصل هذه الأشياء بثمنها وبالورقة النقدية المناسبة لها هنا لدينا المضارب التي نستخدمها في اللعب هنا الصافرة وهنا القبعة وهنا كرة القدم المضارب وثمنها خمسمائة ليرة سورية أين الخمسمائة هنا نقوم بوصلها الصافرة بمائة ليرة سورية أيضا نقوم بوصلها بمائة ليرة سورية القبعة مائتا ليرة سورية نقوم بوصلها أيضا كرة القدم بألف ليرة سورية نقوم بوصلها مع النقود المناسبة لها ممتاز وممتع جدا وبهذا يا صغاري نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم لكن أريد أن أقدم لكم هذه النصيحة وهي يا أحبائي أن العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال فأفضل شيء هو التعلم فالمال يمكن أن يضيع أو أن يسرق والقوة قد تزول إلا أن ما تحفظه في عقلك يبقى ملكك إلى الأبد أتمنى لكم يا صغاري مستقبلا مشرقا بنور العلم والمعرفة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته